أسطورة غامضة وفطا للأسطورة كان الكنز محميا بقوة خارقة للطبيعة ولم يتمكن من العثور عليه إلا من يستحقه على مر السنين جرب العديد من المغامرين الجريئين حظهم لكن لم يعد أي منهم ومعه الكنز قال البعض إنهم وقعوا ضحية أفخاخ الموت بينما ادعى آخرون أنهم سحروا وفقدوا في الغابة كان من بين القرويين امرأة شبة تدعى سعاد اشتهرت بشجعتها وتصميمها ومنذ صغرها كانت تحلم بحل لغز الكنز المخفي مستوحات من القصص التي سمعتها قررت أن الوقت قد حان لها لشروع في مهمتها الخاصة أعدت سعاد بدقة وجمعت الخرائط القديمة وحكايات المسافرين وجميع المعلومات التي يمكن أن تجدها حول أسطورة الكنز غامرت في الغابة بمفردها مصممة على كشف الحقيقة وراء هذه القصة الغامضة تحولت الأيام إلى أسابيع والأسابيع إلى شهور استكشفت سعاد كل رقن من أركان الغابة متبعة القرائن الدقيقة التي تركها أولئك الذين سبقوها وجهت تحديات وصعوبات لكنها رفضت الاستسلام كانت مقتنعة أن الكنز حقيقي وأنها ستعثر عليه في النهاية بينما كانت سعاد في قلب الغابة اكتشفت نساحة خفية في وسط المقصة كان هناك كوخ خشبي قديم بدى مهجورا لسنوات شعرت سعاد بطاقة غريبة تنبعث من هذا المكان اقتربت من المقصورة بحذر وفتحت الباب الذي يئن تحت وطأتها في الداخل عثرت على مخطوطة قديمة صفراء مغطاة بنقوش غامضة بفضل بحثها الأولي تمكنت سعاد من فك رموز الرموز وفهم معنها يشير التمرير إلى موقع محدد في الغابة بالقرب من شلال مخفي مقتنعة بأنها وصلت أخيرا إلى الهدف توجهت سعاد إلى الشلال سعادت سخورا شديدة للحضار واتبع طريقا متعرجا حتى وصلت إلى الشلال المرغوب فيه كثيرا تحت هدير المياه المتدفقة اكتشفت سعاد تجويفا مخفيا خلف حجاب الشلال انزلقت بحذر إلى الداخل واكتشفت صندوقا خشبيا غانيا بالزخارف كان قلبها ينبض بالإثارة وهي تفتح الصندوق في الداخل عثرت سعاد على كومة من الأشياء الثمينة والمجوهرات البراقة والعملات المعدنية القديمة والتحف الغامضة لقد كان الكنز المنشود وأخيرا بين يديه شعرت بالدشة والامتنان على حد سواء لكونها الشخص الذي حل اللغز عادت سعاد إلى القرية حاملة معها الكنوز التي اكتشفتها تعجب السكان المحليون من إنجازها واحتفلوا بها كبطلة تحققت أخيرا أسطورة الكنز المخفي الغامض بفضل إصرار سعاد وجرأتها منذ ذلك اليوم أصبحت قصة سعاد ورحلتها الجريئة إلى الغابة أسطورة بدورها تنتقل من جيل إلى جيل تذكر القرويين بأهمية المثابرة والشجاعة والإيمان بالمستحيل وأبما في مكان ما في العالم هناك قصة غامضة أخرى تنتظر أن تكتشفها روح المغامرة الجاهزة للتحدي ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا